بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إسرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم أصدقائي طلاب وطالبات الصف الأول التعليم المستمر حياكم الله في لقاء متجدد مستمر على مائدة اللغة العربية وتحديدا في مادة لغتي في درس من دروسها من هذا الفصل الدراسي الثاني معكم المعلم علي بن محمد الأحمري أحبتي بارك الله فيكم لا زلنا مع حرفنا الحرف لا هذا الحرف الذي يأتي من حروف الوحدة الثالثة وحدة مدينتي هذا الحرف له شكلين مختلفين شكل يأتي في أول وأثناء الكلمة وشكل يأتي في آخر الكلمة هذا الحرف وصلنا إلى نهاية أجزائه سيكون لدينا اليوم آخر جزء من أجزاء ودروس هذا الحرف الحرف لا في الأجزاء الستة الماضية كنا قد تعرفنا على أشكال الحرف على أصوات الحرف فقرأنا الحرف بأصواته المتعددة تعرفنا على أشكاله كيف يكون شكله في الأول أو في الأثناء أو في آخر الكلمة وكذلك يا حبتي تعرفنا على كلمات كثيرة وعديدة أتى فيها الحرف لا بإمكانك كذلك أنت يا عزيزي يا عزيزتي من خلال معرفتك لشكل الحرف أن تتعرف عليه في أي كلمة تمر عليك سواء في الشارع أو في صحيفة تقرأها أو في كتاب أو في موقع إلكتروني أو في أي شيء يمر عليك في كلمات عربية تستطيع أن تميز هذا الحرف الحرف الأول وتستخدم المهارات التي سبق أن تعلمتها التي سوف بإذن الله تساعدك في قراءة مثل هذه الكلمات الجديدة التي قد تمر عليك في هذا الدرس السابع بمشيعة الله سوف يكون لدينا قراءة نص حوى القصة كاملة من بدايتها إلى النهاية عندما بدأ فواز بغسل يديه وثم انتقالا إلى اجتماع الأسرة كما تعلمون على المائدة وهناك مقعت على المائدة لم يكن شخص من أفراد الأسرة موجودا فيه فسأل شخص عن هذا الشخص فأجابته نوره بجواب كل هذا يا حبتي سوف نتعرف على القصة كاملة في هذا الدرس وسوف نقرأ هذا النص سويا بمشيعة الله قبل هذا يا حبتي تعالوا معي نشاهد الجمل التي كنا قد قرناها في أول الدرس فقط كانت جملا ولكنها لم تعطنا المعنى الكامل للقصة فالمعنى الكامل سوف يكون بمشيعة الله في هذا الدرس إذن هذا هو الدرس السابع من دروس حرفنا الحرف لا إذن هذه الجملتين يا حبتي التي أقصدهما فالجمل الأولى جلست الأسرة حول المائدة ماذا حدث بعد ذلك؟ لا ندري نلاحظ أن الأب يشير بيديه إلى مقعد فارغ ونلاحظ أن نورة تشير بيدها كذلك وكأنها تتحدث عن أخيها ماذا حدث؟ لم يكتب جمل توضح بقية القصة ننتقل إلى الصورة التالية الصورة التالية هو يغسل يديه وكأن نورة هنا عندما كانت تتحدث تتحدث عن أخيها أنه يغسل يديه كما تلاحظون هنا يا حبتي هو يغسل يديه خلال هذا الدرس سنتعرف على القصة كاملة قبل هذا يا حبتي لدينا هذا النشاط الجميل الرائع الذي يحرك أذهاننا ويساعد على تطبيق ما تعلمناه تطبيقا سليما حيا يا حبتي صباحة 206 جهزوا أقلامكم ونفذوا هذا النشاط تنفيذا صحيحا أريد منكم يا حبتي بارك الله فيكم أن تقرأوا المطلوب أولا ثم التنفيذ الصحيح يا حبتي ثم قراءة الكلمة كاملة هل أنتم مستعدون دقيقة واحدة لتنفيذ هذا النشاط كالمعتاد ثم نعود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حبتي بارك الله فيكم ضعوا أقلامكم وركزوا معي أكتب الحرف الناقص مع حركته ثم أقرأ كما تعلمون يا حبتي لكتابة الحركة المناسبة لابد أن تقرأ الكلمة أولا انظروا إلى الكلمة الأولى هذه التي في الآلة هيا نجيب عنها ثم بعد ذلك سوف ننتقل إلى هذه ثم هذه ثم هذه إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة بهذا الدول هيا الكلمة الأولى الفراغ أتى في أي جزء من أجزاء الكلمة في آخر الكلمة ولأنه أتى قبل حرف الوا فإن الحرف اللا هنا نكتبه منفصلا بهذا الشكل لكن لاحظوا يا حبتي حرف اللا من الحروف العملاقة إذن نكتبه من الأعلى من هنا بهذا الشكل ثم عندما نصل إلى السطر ننزل نصعد هذه هي الكتابة الصحيحة نقرأ الكلمة ما هذه الكلمة؟ أحسنتم حولا 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 لا ما الحركة المناسبة لصوت لا؟ أحسنتم حركة الفتحة رائعون يا حبتي رائعون الكلمة الثانية الفراغ أين أتى؟ في أول الكلمة بارك الله فيكم إذن نرسم حرف لا بهذا الشكل ونصيله بالحرف الذي بعده نقرأ الكلمة لكتابة الحركة المناسبة ما هذه الكلمة؟ ليلة أحسنتم ليلة ليلة لي 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 ما الحركة؟ أحسنتم حركة الفتحة لي لا 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 لي لم أقل لي لي لم أقل لو قلت لا لا لي لي بارك الله فيكم الكلمة الثانية الثالثة الفراغ أتى في أثناء الكلمة في أثناء الكلمة ولكنه أتى بعد حرف الأ حرف الأ دائما لا يتصب الحرف التي تأتي بعده فنكتبه بهذا الشكل ونصله بالذي بعده نقرأ الكلمة ما هذه الكلمة؟ الوالد 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 ما الحركة المناسبة؟ ماذا؟ أحسنتم إنها الكسرة الوالد الوالي لي لما أقل الوالد أو الوالد قلت الوالد رائعون كلمة الرابعة فراغ أتى في آخر الكلمة هل نصله بحرف الذي قبلها أم لا؟ أحسنتم نصله لاحظوا يا حبتي أن الحرف الذي قبله يمد يده كأنه يقول صافحني أيها الألام أمسك بي اتصل بي إذن بهذا الشكل ثم نرتفع عاليا ثم ننزل أسفل السطر ونصعد نقرأ الكلمة يغسلوا 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 ما الحركة؟ أحسنتم حركة الضمة حركة الضمة قيموا إجاباتكم يا حبتي قبل أن ننتقل إلى الصفحة التالية قيموا إجاباتكم جيدا بوضع صح أمام الإجابة الصحيحة هو خط أو خطأ أو دائرة حول الإجابة الخاطئة الآن يا حبتي ننتقل إلى الصفحة ميتين وستة نس الصفحة لديكم يا حبتي في الأسفل أقرأ النص سوف نقرأ هذا النص يا حبتي قرأنا جزءا منه في بداية الدرس وهو جالسة الأسرة حول المعيدة أول جملة مكتوبة أمامكم هنا جالسة الأسرة حول المعيدة بقية الجمل التي أمامكم أريد منكم أنتم أن تقرؤوها حاولوا استكشاف ماذا حدث حاولوا استنباط ماذا حدث في القصة من خلال الصور التي أعرضناها في البداية عندما أشار الأب وكأنه يسأل فأريدكم يا حبتي أن تقرأوا هذه الجمل هذا النص دقيقة واحدة يا حبتي ثم أعود أترككم يا حبتي لاستمتاع وللاستفادة وأعود لكم بعد دقيقة بمعشيات الله هيا بنا ترجمة نانسي قنقر حبتي بارك الله فيكم انتهى الوقت والآن هيا بنا للتعرف على القصة وكذلك تقييم كراءتنا هذه فرصة جميلة لتقييم كراءتك عزيزي عزيزتي الطالبة لاحظوا يحبتي الحروف الملونة باللون الأحمر تدل على حرفنا وضيفنا الحرف لا لاحظوا كما أخبرناكم الحرف لا عندما يتصل بألف بعده بآ بعده فإنه يكتب بهذا الشكل كما في كلمة الأسرة وأيضا في كلمة الأب نقرأ يا حبتي جلست الأسرة حول المائدة فسأل الأب لماذا تأخر ياسر قالت نورة هو يغسل يديه قال الأب غسل اليدين ضروري قبل الأكل وبعده مرة أخرى جلست الأسرة حول المائدة لاحظوا أقف عند علامة الوقوف فسأل الأب لماذا تأخر ياسر لاحظوا هنا سؤال فكذلك نبرد صوتي كأنني أسأل لماذا تأخر ياسر قالت نورة هو يغسل يديه قال الأب غسل اليدين ضروري قبل الأكل وبعده إذن يا حبتي عرفنا القصة التي رأينا صورها في بداية الدرس صورة الأسرة مستمعة حول المائدة فواز غسل كان يغسل يديه وكذلك الأب يشير إلى مقعد فارغ نورة تشير إلى نفس المقعد وكأنها تتحدث عن أخيها وفي الصورة الثانية يظهر لدينا ياسر وهو يغسل يديه الآن عرفنا القصة كاملة الأسرة مستمعة حول المائدة الأب يسأل ماذا يفعل لماذا تأخر ياسر كلنا على الطعام أين ياسر فتجيب نورة أنه يغسل يديه فيعلق الأب على هذا الفعل فيقول غسل اليدين ضروري قبل الأكل لتنظيف اليدين من الأوساخ وكذلك بعد الأكل زالت بقايا الطعام والدهن من اليدين حبتي بارك الله فيكم مثل هذا النص جميل جدا أن نقرأه بين الفترة والأخرى بين الحين والآخر فهو كثيرا يا حبتي يساعدنا في التمرس واكتساب هذه المهارة مهارة القراءة مهارة القراءة يا حبتي كما أخبرناكم سابقا ونكرر ما نقول هي مهارة تكتسب بالتكرار بالتعود بإعادة الممارسة نعم يا حبتي فكرروا ذلك كرروا قراءة هذه الدروس سواء حرف الله أو أي نصوص الحروف السابقة أو أي نصوص تمر علينا مستقبلا فهي من شأنها بإذن الله أن تثريك وتساعدك كثيرا في الجانب القراءي بمشيئة الله عز وجل انتهينا يا حبتي من حرفنا وضيفنا الحرف لا التقيكم في الدرس القادم مع حرف جديد وضيف جديد من حروف هذه الوحدة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر